أشكر صراحة قادم الحرمين الشريفين وسمولي العهد على إقرار الميزانية العام 2020 كان عام استثناعي بكل المقاييس وعلى مستوى العالم وليس فقط في مملكة أربية السعودية لكن ولله الحمد لدينا الكثير لنشكر الله عليه بدأنا رحلة رؤية المملكة 2030 منذ سنوات وكأنها استعداد لأزمة مثل أزمة سنة عشرين وجائحة كورونا وما رافقها أيضا من صدمة كبيرة جدا في أسواق الطاقة نتيجة لانخفاض الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار وانخفاض الإرادات الحكومية لكن ولله الحمد نتيجة للبرامج التي بدأناها من أربع سنوات تحت رؤية المملكة 2030 حققنا نجاحات كبيرة جدا استعدنا فيها في بداية 2020 سواء من ناحية الضبط المالي رفع كفاءة الإنفاق الاستثمار الكبير جدا في البنية التحتية وبالذات البنية التحتية الرقمية الاستثمار الكبير جدا في قطاعات أخرى مثل الصناعة القطاعات الواعدة الجديدة التي خلقت مزيد من الوظائف مكنت الاقتصاد السعودي من التعاون مع الصدمة بشكل كبير جدا مكنتنا من التعاون معها ماليا بشكل كبير جدا عدنا توجيه النفقات كانت الأولوية الأولى هي صحة المواطن وصحة المقيم صحة الإنسان هذا كانت الأولوية الأساسية عدنا توجيه عدد من النفقات في الميزانية 2020 إلى القطاع الصحي لكن أيضا دعمنا وبسرعة الاقتصاد دعمنا الوظائف المواطنين من خلال مبادرات ساند وغيرها دعمنا المنشآت الصغيرة المتوسطة البنك المركز السعودي تدخل بشكل كبير جدا في القطاع المالي ووفر السيولة مكن البنوك من عادة جدولة الديون تمكن في الحكومة من التفاعل بشكل سريع جدا مع الأزمة اتخذت قرارات حاسمة في البداية وسيتحدث مع علي وزير الصحة عنها شكلت لجنة برئاسته وشكلت لجنة أزمة علية برئاسة سموه للعهد اتخذت قرارات سريعة جدا لاحتواء الأزمة في البداية ومن ثم لعادة الأنشطة وفتح الأنشطة بعدما تمت السيطرة عليها لله الحمد أعتقد الإنجازات التي تتحققت في المملكة نفخر فيها كمواطنين قبل الحكومة نفخر بالمواطنين اللي التزموا بالتوجيهات والإجراءات الاحترازية التي قدمتها وزارة الصحة نفخر صراحة بكل عامل سواء في القطاع الخاص سواء في القطاع الحكومي وبالتأكيد على رأسهم خط الدفاع الأول في القطاع الصحي الجهاز الأمني وبالتأكيد جنود البواسل على حدودنا اللي رغم كل المصاعب ما زالوا صامدين ولا لله الحمد بشجاعة